وفق مجلس الوزراء على إجراءات حوكمة منظومة استيرات سيارات ذوي الهمم ونص التعديل على أنه يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمرقية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة يشترط حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنصيق مع وزارة الصحة كما يشترط ورود سيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذوي الإعاقة دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هاجين ترجمة نانسي قنقر